ويا هلا فيديو اليوم رح يكون عن جذور الكرفس رح نعملوا بطريقتين مختلفات الطريقة الاولى مثل الشربة والطريقة التانية مثل المفركة بالبداية للي ما بيعرف جذور الكرفس بيكون شكله بهذا الشكل بتكون الاوراق من فوق طالعة علي ولكن انا شلت الاوراق وخليت الجذر لحتى نطبخ الجذر لانه كتير طيب ومميزة نكيته بالبداية رح ناخد واحد منه اي حجم متوفر عندكم ورح نبلش نقشر فيه كل يعته بعدها رح نقطعه لمكعبات صغيرة او وسط حسب الانتو اللي بتحبوه يفضل انها تكون وسط اطيب تنجرع الغاز رح نحط فيها شوية من الزيت وحطيت عليهم حبتين بصلة مفرومة فرم متوسط وبلش تقلب فيهم بالزيت لحد ما يتدبل البصل تماما بعدها رح نحط عليهم الخضار بالنسبة للخضار فيكم تتحكموا بالاشي اللي انتو بتحبوه بس انا حبيت اعطيكم افكار ممكن انها تكون طيبة اكتر مع جذور الكرفس حطيت جزارتين مقطعين مكعبات خشنة وحبتين بطاطا مقطعين نفس الاشي خشن وحطيت كمان كمية من جذور الكرفس مقطعين خشن فيكم تقطعوهم وسط كمان ورشات عليهم كمية من الملح الحلوة الوصفة هي انو الكميات مفتوحة وكمان رشات الفلفل الاسود وبلشت اقلب فيهم شوي لياخدوا من طعم بعض وبعدها غمرتهم بالمية والمية فيكم تحددوا انتو الكمية اللي بدكم ياها طبعا انا غمرت الطنجرة يعني مقدار لترونس تقريبا حطيت وحركتم كل ياتهم مع بعض بهذا الشكل وبعدها تركتم لمدة تقريبا ربع ساعة بس يستوي يعني خمسين بالمية استواء ما خليتهم يستويوا كتير منيح لاني حابة احط عليهم نصف كوب من العدس المجروش طبعا غسلته قبل لا احطه جوا الشوربة وحركتهم مع بعض في حال ما بتحبوا العدس فيكم تلغوا وتكملوا الوصفة طبيعي تخلوها لحد ما تستوي تماما وهلأ حركت العدس مع الخضار كلياتها ورح اتركهم لحد ما يستويوا تماما وهون بلشت احط فيها بصحن التقديم طبعا الشوربة كتير قوامها ممتاز يعني اعتمدوا المقادير هاي ورح تطلع معكم كتير طيبة رح تلاقوا جميع المكونات مكتوبة بصندوق الوصف وهون حطيت على وجهها شوية من ورق الكرافس ويعطيها كمان نكاة كتير مميزة وبتمنى تكون عجبتكم هاي الوصفة خلونا نشوف الوصفة التانية رح نحتاج لطنجرة على الغاز ونحط فيها شوي من الزيت النباتي وحبتين بصل مقطعين لجوانح ورح نقلب فيهم لحد ما يتذبل عندي البصل تماما رح احط عليهم 200 جرام من اللحم المفروم ناعم لحم العجل وبلشت اقلب فيهم مع البصل ليتغير عندي لون اللحمة تماما بعدها رح احط البهارات حطيت شوية نص معلقة كبيرة من بهارات اللحم اذا مو متوفر حطوا اي نوع بهار متوفر عندكم ورشت عليهم شوية من الملح وشوي من الفلفل الاسود بعدها قلبتهم لستوه تماما وهلأ اخدت جذور الكرافس الكمية اللي بتكم ياها وحطيتها كلياتها فوق اللحمة وبلشت اقلب فيهم ليتجانسوا ياخدوا من طعم بعض وبعدها رح اتركهم على الغاز على نار هادية لحد ما يستوه تماما ما بياخدوا وقت كتير يا دوب 7 دقايق وبعدها حطيتهم بصحن التقديم وهيك صار شكلها النهائي ما شاء الله ما رح اوصف لكم قديش هاي الوصفة طيبة لو سألتوني انو اطيب وصفة من الوصفتين بصراحة المفركة اطيب يمكن لانو هي محة لحم بس كمان الشوربة كمان كتير طيبة ومميز نكتها يعني كل اشي لونك هتو كمان حاب احكي لكم لا تنسوا تتابعوني على انستجرام لانو انا بنزل السعرات الحرارية لكل وصفة انا بعملها فاذا حابين تعرفوا كم سعر حراري جو هاي الوصفة فيكم تتابعوني بالستوري على انستجرام رح تلاقوا كل السعرات الحرارية لكل الوصفات بنزلها وبالاخير اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا زدعموني بلايك واشتراك بالقناة اذا لسا ممشتركين شكرا للمتابعة وبي باي